كشف تقرير جديد لشركة الاستشارات الإدارية أرثر دي لتل واقع الاستثمارات الخضراء في مرحلة ما بعد وباء كوفيد-19 وخلص التقرير إلى أن هناك ثلاث ركائز أساسية يجب أن تستند إليها الشركات وهي التكنولوجيا المتطورة لحلول متقدمة وتوسع القدرات ونموها لخلق قيمة دائمة وتوظيف رأس المال لضمان استدامة التنمية على نحو سريع وفعال وقال مسؤول قطاع الطاقة في أرثر دي لتل الشرق الأوسط والهند إن التحولات الأخيرة الناجمة عن الوباء دفعت الحكومات والشركات والمستثمرين لإعادة ترتيب أولوياتهم وتبني توجهات جديدة نحو النمو الأخضر وأضاف أن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مثالان إقليميان بارزان في هذا الإطار مع نجاحهما في العديد من مشاريع الاستثمارات الخضراء التي تواصل تحقيق نتائج إيجابية إذ من المتوقع أن توفر الإمارات 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2050 بالاعتماد على الطاقة النووية والشمسية على نحو مماثل التهدف المملكة العربية السعودية إلى استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة المتجددة بحلول العام القادم لتقليل الاعتماد على النفط ويؤكد التقرير أن اعتماد منهجية البيع لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة سيوفر فرصا كبيرة ويمكن الشركات من تحقيق نتائج ملحوظة مهما كان السيناريو والارتقاء إلى آفاق جديدة وتعزيز جاذبيتها وأن السنوات القادمة ستشهد توجها متزايدا نحو الاستثمارات الخضراء مع نتائج إيجابية لم يسبق لها مثيل اشتركوا في القناة